خصصت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة تقليم كردستان مبلغ 47 مليار دينار لإنشاء سائلو حديث في محافظة حلبشة من أجل تسويق واستلام محصولي القمح والشعير من المزارعين والتخزينهما بطريقة حديثة ويتضمن المشروع بناء عشرة مخازنة لحفظ المواد الغذائية ومفردات البطاقة التنمينية مشروع إنشاء سائلو حلبشة في مرحلة التنفيذ واعتضمن المشروع إنشاء سائلو بسعة تخزينية تبلغ 40 ألف طن على مساحة 51 دونما وبكلفة 27 مليار دينار عراقي قامت بتوفيرها وزارة الصناعة والتجارة في حكومة إقليم كردستان وبدأت الشركة المنافذة الشروع بالعمل في إنشاء سائلو قبل شهرين في شهر تشرين الثاني ومدة العمل تستغرق عامين وهذا المشروع له أهمية وجدوى كبيرة لمحافظة حلبشة وهي منطقة زراعية وإنتاج محصول القمح من أهم منتجات الفلاحين الزراعية في الأعوام السابقة كانت عملية التسويق الحبوبية مفي بنكرات وتسير بشكل بطيء وتخزن بصورة تقليدية قديمة وبالتأكيد إنشاء سائلو يسهم في تخزين محصول الحنطة والشعير بصورة حديثة وآمنة وتوفر عملية التسويق الوقت والكلفة للمزارعين علاوة على ذلك إنشاء عشرة مخازن لحفظ المواد الغذائية ومفردات البطاقة التموينية وتوزيعها بصورة سلسة يسهم وبشكل فعال في حل جميع المشاكل والعوائق التي كانت موجودة في هذا المجال أبوش يواجه